استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وأثنى مدبولي على الجهد الملحوظ للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذين يتلقون شكاوى المواطنين وأحرصون على سرعة تواصل مع المسؤولين من أجل تواصل إلى حلول الناجزة للشكاوى هذا وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق رفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي مشيرا إلى فحص ودراسة ومراجعة 81 ألفا وخمسمائة شكوى وطلب وتوجيه أكثر من 61 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص وحفظ نحو 20 ألف شكوى وفقا لضوابط الفحص والمراجعة فيما يجري استكمال فحص نحو 2500 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها